أل ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة نصرها تابث وفرعها في السماء الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من استنى بسنته واختفى أثره إلى يوم الدين والعاقبة للمتقين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لعل من ثمرات التقوى جلب الرزق فيا لها من ثمرة يانع فيا من تبحث عن الرزق هذه هي المقدمة هذه هي الأسباب فحقق التقوى يرحمك الله وحقق التقوى يرحمك الله قال الله سبحانه وتعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسي فكثير من الناس إن رأى مؤمنا صادقا رزقه الله وقد وسى عليه يعجب ويقول من أين له هذا وإن رأى كافرا جاحدا عاصيا قد وسع الله عليه لا يعجب ولا ينكر عليه هذا مع أن الأصلى أن يرزق الله المتقين من غير أن يحتسبه فلو حققت التقوى لأتتك الدنيا تحت قدميك وهي راغمة لأن الذي يملك الدنيا والآخرة هو الله الذي وعد المتقين بالرزق من غير حساب قال المصطفى كما في الحديث الذي رواه ابن ماجه بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه من جعل همومه هما واحدا هما المعاد أي الآخرة كفاه الله سائر همومه ومن تشعبت به الهموم وأحوال الدنيا لم يبالي الله به في أي أوديتها هلق أو كما قال عليه الصلاة والسلام وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث أنس قال صلى الله عليه وسلم من كانت الآخرة همه جعل الله غناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راغمة ومن كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه شمله ولم يأته من الدنيا إلا ما قدر له ومن جميل ما تسمعون أيها الأحبة الكرام أن حاتم الأصم هذا الرجل النقي التقي أراد أن يحج بيت الله الحرام فجمع أولاده وقال لهم قد عزمت على أن أحج بيت الله فقالوا له ومن يطعمنا ومن يتولى شؤوننا ويرعانا فقالت له ابنة تقية من بناته يا أبتي اذهب لحج بيت الله واطمئن فإنك لست براسق وبعد أيام انقضى الطعام في البيت ودخلت الأم مع أولادها لتعنف هذه البنت التقية النقية وخلت البنت بنفسها ورفعت حاجتها إلى ربها الذي قال ومن يتق الله يجعلهم أخرجا ويرزقهم من حيث لا يحتسب وقالت البنت التقية إلهي وسيدي ومولاي عودت القوم فضلك فلا تحرمنا من فضلك ولا تخزني بين أهلي وقدر الرزاق وعد المتقين بالرزق أن يكون أمير البلدة في التو واللحظة يتفقد أحوال الرعية وأمام بيت حاتم حاتم شعر الأمير بضمأ كاد أن يقتله فقال لجندي معهم من جنود الشرطة أدركني بكوب من الماء فأسرع الجندي إلى أقرب باب إلى باب حاتم الأصم وطلب كوب من الماء للأمير فلما علم أهل البيت أن الكوب للأمير أحضروا كوبا نظيفا وماءا باردا فلما شرب الأمير الماء ووضع الله له اللذة في هذا الكوب سأل بيت من هذا؟ قالوا بيت حاتم الأصم قال الأمير الرجل الصالح قالوا نعم قال الأمير الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين أين هو؟ قالوا ذهب لحج بيت الله قال الأمير إذن وجب علينا أن نكافئ أهل بيته في غيبته وكانت العملة من الذهب كان مالهم ذهبا فرما بكيس مملوء ذهبا في بيت حاتم الأصم ولكن الرزاق الذي وعد المتقين أن يرزقهم بغير حساب أراد المزيد لهذه الأسرة التقية فالتفت الأمير إلى الشرطة معه وقال لهم من أحبني فليصنع صنيعي فألقى كل زنديا بما معه من المال مجاملة لأميره أو حبا له وامتلأ بيت حاتم بالذهب فدخلت البنت التقية النقية تبكي فدخلت عليها أمها وأخواتها وقالوا لها لما البكاء وقد أصبحنا من أغنى الناس فقالت لهم البنت التقية النقية لقد نظر إلينا مخلوق نظرة فاغتنينا فكيف لو نظر الخالق إلينا والله سيجعل لك مخرجا أيها الحبيب الكريم وسيجعل لك مخرجا أيها الأخت الطاهرة من حيث لا تحتسب لكن حقق التقوى حقق التقوى أيها الأحباب يعني حققوا التقوى أيها الأحباب الكرام وكونوا على يقين بأن الذي يرزق الكفار هو العزيز الغفار أفيرزق ربك أفيرزق ربك الكفار وينسى أن يرزق المتقين الذين وحدوا العزيز الغفار صدق ربي إذ يقول ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب واللهم اجعلني وإياكم من المتقين المستقمين على طريق رب العالمين والمستنين بسنة سيدي الأولين والآخرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ويرحم الله عبد قال أمين وإلى حلقة قادمة أستودعكم الله الذي لا تضيعه ودائعه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته